موسيقى موسيقى صفقات كبرى بين دولة قطر وعدة جهات عالمية في اليوم الأخير من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي الخامس للدفاع البحري دينديكس هذه الاتفاقات تهدف إلى تطوير القوات المسلحة القطرية وتهم مجالات التصنيع والتسليح والتدريب والصيانة وشراء أنظمة دفاعية متطورة وإنتاج طائرات بدون طيار موسيقى طائرة قطرية بدون طيار ستحلق قريبا في أجواء الدوحة كانت هذه واحدة من المفاجآت التي كشف عنها خلال المعرض المشروع عبارة عن تعاون قطري ألماني لإنشاء بنية أساسية لصناعة طائرات من دون طيار في الدولة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم السمول أمير وقياد العليا في قوات المسلحة تم عضو أساس لصناعة الطائرات والطيارة في الدولة قطر هذه المرحلة الأولى عبارة عن تأسيس وضع النماذج الأولي والتصميم الأولية لهذه المنظومة وكذلك صناعة النموذج الأول والنموذج الثاني إلى أن تنتقل المرحلة الثانية وهي عبارة عن بداية الإنتاج الطائرات نحاول إن شاء الله في المرحلة الثانية نقل خط الإنتاج إلى دولة قطر لأن هذا المشروع أسس مع الشركة ألمانية لتأسيس البنية الصناعية في دولة قطر ونقل خط الإنتاج إلى دولة قطر في أسرع وقت إن شاء الله وشهد المعرض إقبالاً كبيراً تجاوز التوقعات بالمقارنة مع الدورة السابقة فيما أعربت جميع الجهات المشاركة عن ارتياحها لجودة التنظيم جناح القوات المسلحة القطرية كان من أكبر الأجنحة وأبرزها إذ ضم عشرات جهات داخل القوات المسلحة من بينها القوات الجوية الأميرية معرض دمدكس من المعارض الرائدة دائماً في منطقة مطقة الشر الأوسط بخصوص الدفاع البحري دائماً نشوفها من حسن إلى حسن إن شاء الله الفترة اللي فاتت أو لو تلاحظت تقريباً يمكن لا يقل عن 20 إلى 30% زيادة من العرضيين من المؤدات من الشركات بشكل عام وبالتالي هذا دليل على إقبال وثقة المستثمرين والشركات العرضة بالسوق القطري بالإضافة إلى اهتمام دولة كطر إن شاء الله بعمليات بأوجه الدفاع كله بشكل كامل أما الميزة الأخرى للمعرض وهو الأكبر هذه السنة فكانت جودة المعروضات نظراً لحرص الشركات المصنعة على عرض أحدث تقنياتها في مجال الدفاع البحري بالإضافة إلى عروض طيران البحري التي كانت نالت إعجاب الجميع بلا استثناء في إطار جهودها نحو تطوير استخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة الطب بدأت مؤسسة حمد الطبية استخدام أحدث تقنيات الروبوت لعمليات الجراحة السمنة في مستشفى الوكرة وقد بدأ الطاقم الطبي في المستشفى استخدام نظام الروبوت ديفينشي إكس آي الذي يعد الأحدث والأكثر تطوراً في هذا المجال ويعمل النظام الجديد حسب أحدث التقنيات الجراحية وبنسبة دقة وتحكم هي الأعلى في مجال الجراحة بالروبوت ويقوم الطبيب بالجراحة عبر التحكم عن بعد بالروبوت الذي يتولى مهمة تنفيذ العملية وفق معايير الدقة والأمان التي توفرها هذه التكنولوجيا المتطورة وكانت مؤسسة حمد الطبية قد بدأت استخدام تكنولوجيا الروبوت في هذا النوع من العمليات الجراحية منذ عام 2013 غير أن إدخال الجيل الأحدث من هذه الروبوتات في الخدمة في مستشفى الوكرة يشكل قفزة نوعية في مجال الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز سهولة وآمان العمليات الجراحية في الدولة في إطار جهودها لتوفير بيئة تعليمية وترفيهية في آن واحد للطلاب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة نظم قسم الرياضات المائية بجامعة قطر يوما مفتوحا لعروض الغوص بعنوان اكتشف الغوص وذلك بمجمع الرياضات المائية في مبالي جامعة قطر تأتي هذه الفعالية تأكيدا على الاهتمام بالجانب الرياضي والصحة البدنية ولا سيما وأن الجامعة تربطها علاقات وطيدة مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في الدولة المعنية بالرياضة وتحظى بدعم واسع كجامعة وطنية رائدة في المنطقة نوع النشاط الذي نقوم به هنا هو نوع النشاط في اكتشف الغوص هو الغطس تحت الماء في بركة الجامعة للسنة الثانية في جامعة قطر هو اكتشف الغوص هو فعلا كمسماء اكتشف الغوص أن الطالب يلبس المعدة وينزل تحت الماء ويكتشف الماء الموجود تحت البركة هذه وممكن يتطور المرحلة أن يوصل لتحت البحر حتى فهذا اكتشاف لمرحلة أو عالم جديد تحت الماء وتهدف الفعالية إلى توفير فرص مميزة لجميع الفئات العمرية من الطلبة للتعرف على الأنشطة المتعلقة بالغوص وأنواعها يشار إلى أن الفعالية حظيت بمشاركة جهات حكومية متعددة متخصصة في مجال الغوص كأمن السواحل والأخوية وغيرها في إطار تبادل الخبرات والمهارات مع جامعة قطر أيام قليلة ويصبح سوق واقف مكتبا بزائريه كما اعتدنا رؤيته في مثل هذه الأيام من كل سنة تفاعلا مع مهرجان احتفالات سوق واقف الذي تنظمه لجنة الاحتفالات التابعة للمكتب الهندسي الخاص على مدار السنوات الماضية قدم السوق لمرتاديه مجموعة مختلفة من العروض الترفيهية والكرنفالات المسلية جعلت منه مقصدا لا بد منه للناس يتدفقون إليه ليس من داخل البلاد فحسب إنما من مختلف دول الخليج العربي لكن نسخة هذا العام من مهرجان احتفالات سوق واقف لن تختلف عن سابقاتها في تقديم كل ما هو جميل وجديد في ساحات السوق وبين ممراته إلا أنه نظرا للإقبال الكثيف الذي تحظى به هذه الاحتفالات بخاصة أنها تتزامن مع عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني من السنة ارتاءت إدارة السوق تنديد أيام المهرجان في سابقة هي الأولى من نوعها خمسة عشر يوما ستكون حافلة بفعاليات المهرجان وعروضه الشيقة ابتداء من يوم الاثنين الرابع من شهر إبريل المقبل إذ تحتضم ساحة الأحمد مدينة ترفيهية كبيرة تحتوي على مجموعة كبيرة من الألعاب للكبار والصغار معا كما يشارك أكثر من ثلاثين فنانا وفنانة في إبداع مجموعة من اللوحات الفنية المستوحى من البيئة القطرية وذلك من خلال الرسم المباشر أمام الجنبور أما ممرات السوق فسوف تشهد عروض الفرق الشعبية التي ذائبت إذاعة صوت الريان على تنظيمها خلال مهرجانة السوق المختلفة بخاصة في هذه الأجواء الرائعة التي تتمتع بها قطر هذه الأيام اشتركوا في القناة